اشتركوا في القناة اغلاق سوق انتقالات السيفية يبدو ان هذا الفريق التورقي مصمم على ضم مرابط الى صفوفه وتشير التقارير الواردة من توركي الى ان اللاعب الدولي المغربي قد عارب عن موافقته على انتقال الى الفريق التورقي واللعب تحت قيادة المدر البرتغالي الشهير جوزي مورينيو الا ان نادي فيورنتينا يرفض الارود المقدمة من فانبرخشتا معتظرا انها لا تعكس القيمة الحقيقية لللعب ويبدو ان الخلاف يدور حول القيمة المالية لصفقة في حين يرى فيورنتينا ان العروض مقدمة من الفريق التورقي اقل بكثير مما يستحقوا اللاعب ويتبر الفريق التورقي بدور ان هذه العروض مرتفعة للغاية وفي ذلك هذا الجدال يسعد الطرفان الى ايجاد حل وساط يرد الطرفين ويسمح لصفيان المرابط بالانتقال الى الدوري التوركي وليدر جراجي يستعينه بتنائي المنتخب الاولمبي لحل مشكلة اكدت مصادر مطلعان وليدر جراجي المدير الفن المنتخب المغربي قرر دم المدافعين الشابين ايمن الوافي من نادي ليوجانو السويسري والمهدي بوغامير من شارلو البلجيكي الى قائمة المنتخب الاول ومن المقرر ان يتم الاهلان الرسمي عن القائمة خلال الندوة الصحفية سيقيم ورق راجي يوم الخميس المقبل بمجمع محمد السادس ويأتي هذا القرار في دل الغيابات المتوقع لباد ركايز خط الدفاع المغربي ابرزها نيف اكرد لايب وست هام يونايتد الذي يعاني من قلة المشاركة مع فارقه منذ بيداية الموسم ورومان سيس الذي يمرو بوضع غير مستقير مع نادي القطري السد نجم منتخب المغربي في منذ القطر يرحلوا الى عملاق فرنسي هربا من جحيم فريق انجليزي قرر النجم منتخب مغربي انس زروري 23 عاما الرحيل الى نادي لانس الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعدما غادر فريق بيرليني الانجليزي الذي هاجمعوا لحظات عصيبة نتيجة عدم خوضه المواجهات في الموسم الماضي ما جعله يبتعد عن خيارات المدير الفني لمتخب سود الاطلس وليد ويتقرار انس زروري بالانضمام الى نادي لانس الفرنسي حتى يخذ تجربة جديدة في مسيرة احترافية بعدما عانى من تميش في فريق بيرليني الانجليزي الذي فضل الاستغناء عن خدمة النجم المغربي لان الجهاز الفني رفض الاعتماد عليه في الموسم الحالي ليعاني اسد الاطلس من مشاكل دينية اترت من نفسيتي وادائه هذا هو اعلن نادي راسينغ لانس فرنسي عن انضمام الدولة المغربية الى صفحة قادمة من بيرلين الانجليزي وذلك بعقد يمتد حتى عام الفين وثمين وثمين شكرا لكم وإلى فرصة قادمة بحول الله اشتركوا في القناة